يكبر أحمد أخته سارة بست سنوات بمعنى أحمد كبير على سارة بست سنوات جيد إذا ما هو الصغير هنا؟ سارة هي الصغيرة نفترض أن سارة لديها عشرة لاحظوا جيدا نحن نكتب سارة نحن في الواسع نحن نفترض أن نفترض نحن نفترض أن سارة لديها عشرة سنين جيد قال لك أحمد يكبر أحمد أخته بست سنوات يكبر يعني زائد كبير على سارة بست سنين سنرى حمد إذا كان سارة لديها عشرة سنين حمد رأى كبير على سارة بست سنين سنزيد ستة نحن لا نزيد ستة مباشرة للعشرة نحن نفترض عشرة زائد ستة نحن في الواسع نخدمه نحن نغيب العقل ولاحظوا جيدا وبعد خمس سنوات أختيار المجهول سنعطيه للمجهول أصغر أحد أحسن لأنه يكون عمره 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 لا يوجد دابا اكس و اكس زائد ستا الاعمار ديال سارة و احمد دابا حاليا وجودوا اذا اي جملة في المسألة ستدروا لها الاناليز التحليل هاد بعد خمس سنوات ستكم تجيبوا ليكون اكس عمره سارة اكس زائد ستا سيكون عمره احمد ولكن بعد خمس سنوات بعد خمس سنوات quais سيكون عمره سارة سنبدأ لها الاناليز التحليل هذه سارة هذا الأعمار حاليا نديره بعد خمس سنوات ما سيكون عمره سارة خمس سنوات عشرة هذه ستكون 10 زائد خمسة احمد كان لديه عشرة زائد ستة زائد خمسة سوف نقوم بإكس بإكس بعد خمس سنوات عمره سوف يكون إكس زائد خمسة وأحمد سوف يكون إكس زائد 6 زائد خمسة سوف نقوم بسياغة المعادلة بعد خمس سنوات سوف يصبح مجموعة عمره يعني عمر سارة و عمر أحمد سوف نقوم بإكس زائد خمسة زائد إكس زائد 6 زائد خمسة تساوي 2.40 سنة هذا هو التحليل المسألة سوف نقوم بإختيار المجهول قلنا دائما في المسألة إذا أعطينا أعطيه الصغير ما هو الصغير هنا؟ سارة هي اللي صغيرة سأعطيه نحن المجهول للسارة نقول للسارة هي إكس إذا أعطيته مثلا لسارة إكس رأى أحمد رأى كبير على سارة بستين سوف يكون عنده إكس بلسيس ولكن إذا غلطت في حالة ما إذا غلطت أعطيته أنتم مع الأحمد لأكون إكس عمره أحمد رأى العمر ديال سارة صغيرة على أحمد بستين هم يعني الرقص كم تحضروا إيكس ناقص ستة فقالت تحضير هذه القضية فقط لا تقولوا إكس يكبر ديما أد تحضر إكس زائد ستة أو إكس زائد خمسة سوف ترون أن أعطيه هذا المجهول أعطينا الأحمد أحمد رأى كبير على سارة إذا صغيرة المزيدة ست سنين إذا غلطت سارة إكس مواسس إذا أعطينا إكس لأسارة سوف يكون إكس عمره سارة سأعطينا إكس عمره سارة جيد ليكون X عمره صار إذا عمره أحمد قلنا أحمد يكبر أحمد أخته صاره ب 6 سنوات إذا عمره أحمد سيكون X 6 بعد خمس سنوات هذه سيكون عمره صار عمره صار حاليا كان عندها X بعد خمس سنوات سيكون X X plus 5 X ونزيد خمس سنوات وسيكون عمره أحمد ماذا؟ عمره أحمد هو X زائد 6 إذا سنزيد خمسة X زائد 6 زائد 5 وهذا X زائد 11 بعد خمس سنوات بعد خمس سنوات سيصبح مجموع عمره ونزيد خمس سنوات بعد خمس سنوات سنستعمل هذه بعد خمس سنوات عمره صاره X زائد 5 ونزيد عمره X زائد 11 أو X زائد 6 زائد 5 X زائد 6 زائد 5 ونزيد خمس سنوات فلنزيد خمس سنوات حقاره عمره ونزيد خمس سنوات حقاره 42 ناقص 16 هي ماذا هي 26 2x تساوي 26 عندنا المجهول x من ظروف العدد إذن سنقسمه على إذنان طرفي المعادلة إذن ندره 26 على إذنان إذن x كم يساوي إذن x كنت ساوي 13 أرى x ديال من را ديال صار إذن عمره صار هو 13 العام ندره التحقق من الحل المحصل عليه إما ستجي وتعود هنا في المعادلة أو تدره الطريقة التالية عمره صار 13 سنة وقلنا أحمد يكبر يكبر ب 6 سنوات إذن العمر ديال أحمد هو 13 زائد 16 سنة ندره بعد 5 سنوات مجموعة عمريهما بعد 5 سنوات مجموعة عمريهما إذا سنزيده 13 سنزيده 13 خمسة إذن عمره صار سنزيده له خمسة وعود الثاني العمر ديال أحمد نزيده 5 زائد 19 زائد 5 ماذا يعطي لنا؟ 13 زائد 19 هي 32 زائد 5 في 5 هي 42 كل شيء إذن وصلنا هذا كل لاج اللي كنا نقلبه عليه بعد 5 سنوات في المسألة عطولينا 42 الطريقة الثانية سوف نعوذ X باش ب13 سوف نعوذ X ب13 سوف نرى وشوفه 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 48 تهي طريقة صحيحة إذن عمره صار هو 13 سنة وعمره أحمد 19 سنة ترجمة نانسي قنقر